في إطار سياساتها التهويدية الهادفة إلى سلب الحقوق العربية في المدينة المقدسة وبعد القرار الأمريكي الجائر بحق مدينة القدس كشفت حكومة الاحتلال عن بدء تنفيذ مخطط استيطاني لبناء 300 ألف وحدة جديدة فيما يطلق عليه القدس الكبرى لم يمضي سوى أسابيع قليلة على اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للاحتلال حتى بدأ الاحتلال بتنفيذ إجراءات على الأرض بانسجام وتنصيق مطلق بين الولايات المتحدة وتل أبيب حيث جاء الإعلان عن مشروع احتلالي خطير يتمثل ببناء 300 ألف وحدة استيطانية هذا قرار مجنون يعني ما تم بناءه من مستوطنات ووحدات استيطانية منذ العام 1967 حتى اليوم نحو 120 ألف وحدة استيطانية لما نحكي اليوم عن 300 ألف هذا رقم كبير جدا يأتي ضمن مشروع القدس الكبرى الذي تسعى إسرائيل لتطبيقه القدس الكبرى تعني أن تكون عاصمة يهودية لدولة إسرائيل سيعملون على ضم المستوطنات التي تقع خارج القدس مثل معالي أدوميم بيتار عليت غوش عستيون للقدس وهذا سيزيد عدد سكان المدينة بنحو 150 ألف مستوطن سيزيدون القدس أن تكون لليهود فقط وتكون مدينة سياحية يهودية بالكامل يأتيها نحو 12 مليون سائح بالسنة هذه الخطة الاستيطانية تهدف لتعزيز سيطرة الاحتلال على القدس وضمان أغلبية يهودية وتقليص الوجود العربي في المدينة ما يتطلب تحركا سياسيا وقانونيا وديبلوماسيا برفع الغطاء السياسي عن حكومة الاحتلال التي تسعى للقضاء على أي حلم بدولة فلسطينية مستقلة هناك أفاق كبيرة تفتح أمام القيادة السياسية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة وباقي المنظمات الدولية وهذا يذكرنا الآن كيف يمكن أن نصور دولة الاحتلال وترامب في سياساته أمام العالم هذا الذي جرى في الحرب العالمية الثانية حينما أدارت النازية ظهر لكل المؤسسات الدولية وبقيت هي الوحيدة خارج الإطار للمنظمات الدولية اليوم ترامب يقود النازيين الجدد ويدعم دولة الإرهاب في تنفيذ مشاريع استطانية إجرامية ضد الشعب الفلسطيني والآن هناك يصبح متاح للقيادة الفلسطينية أن تبدأ بحراك على مستوى محكمة الجينات الدولية وتقديم ملفان على التبني مشروع اليونسكو الذي اعترف بأن الكدس جزء من الأراضي المحتلة وفتوى لهاي في عام 2004 الذي تحدثت ست مرات عن أن الكدس هي جزء من الأراضي المحتلة وأكدت أن الجدار غير شرعي ويجيب هدمه وبالتالي أمامنا هناك مجموعة من القضايا والملفات التي يجب على الكيادة السياسية أن تتبناها الوحدات الاستيطانية في حال بنائها ستسيطر على 12% من أراضي الضفة الغربية حيث ستضم مناطق غير محسوبة على حدود بلدية الاحتلال بالقدس وسيتم إضافتها لاحقاً لتكون بذلك أكبر مستوطنة بالقدس منذ عام 1948 اشتركوا في القناة